اهلا وسهلا بكم في مدوانة دروس فور يو النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو عن استخدام المترو فيه تطبيق مفيد جدا للناس اللي بيستخدم المترو بشكل يومي او بسكل مستمر التطبيق ده هيفيدك فيه هيفيدك فيه معلومات كتيرة جدا اول حاجة التطبيق ده هننزله ازاي هننزله من خلال جوجل بلاي او بلاي ستور هنكتب مترو القاهرة او كايرو مترو وتضغط على كلمة install وبعد كده accept او تثبيت وبعد كده موافق طيب هقول لكم على الشرح نظري لقات لما البرنامج يحمل وبعد كده هنشرح عملي البرنامج ده الاول ميزة فيه بيعرفني سعر التسكرة كام يعني مسلا ان انا راكب من رامسيس لقائة حلوان ومش عارف سعر التسكرة كام هيقولك من رامسيس مسلا لحلوان سعر التسكرة 7 جنان تاني ميزة عنده هيعرفني عدد المحطات يعني هعرف مسلا من رامسيس لحلوان هيقولك مسلا كام محطة تالت حاجة لو انا مش عارف اقرب محطة مترو اللي هي فين داخل التطبيق GPS لما تشغل الجي بي اس تختار اقرب محطة مترو هيقولك اقرب محطة مترو فعلية ليك هتكون فين او اقرب محطة مترو اواطير تركبها يعني توصلك للمكان اللي انت عاوزه تمام طيب دلوقتي نخش على البرنامج وهنطبق الكلام ده كله عملي اول حاجة دخلنا على البرنامج ودي واجهة البرنامج اول حاجة على سبيل المسال من مع رسبيل المسال انا اختار مثلا محطة مثلا من زي ما قلنا من الشهدة مثلا الى حلوان تمام هنا بيقول لي عدد المحطات اتنين وعشرين تمام لو لاحظت هنا عدد المحطات اتنين وعشرين بعد كده سبعة جنيه يعني تكلفة المحطات هتكون كم تكلفة المحطات من الشهد الحلوان سبعة جنيه تمام طيب لو انا عاوز اعرف اعرف محطة مكان لي بضغط على دي كده وشغل انترنت عادي تمام بعد كده هيتم حسابه وبعد كده هيقول لي اقرب محطة اقرب محطة ليه فان تمام هيظهر لي بساكل اوتوماتيك طيب خطوط المترو لو انا عايز اعرف الخط الخط الاول اهو المحطات الموجودة في كلها والخط التاني والخط التالت تمام طيب تلات حاجة خريطة المترو خريطة المترو هي صورة موضحة لخريطة المترو بشكل كامل للمحطات كلها بالاضافة لخط الاول من المرك جديد الحلوان الخط التاني من شوبر الخيمة المنيب الخط التالت اللي هو من المطار للانبابا والخط التالت تحت الانساء هارون الرشيد وبعد كده بقول لك خطة مستقبلية طيب اعرف محطة مترو احنا قلناها اعرف محطة لمكاني او اعرف محطة مترو هما الاثنين نفس الفكرة تمام طيب بعد كده خطوط المترو قلناها بعد كده خريطة المترو نفس الكلام بيعرفك ايه المحطات الموجودة او عاد المحطات تمام بعد كده اخر حاجة عندنا احسب تماما التذكرة اللي احنا سفناها في الاول خالص بس دي هتظهر لك بخط اكبر يعني على سبيل المسال مسلا اختار مسلا من سراء القبة مسلا لغاي الى محطة مسلا مصرة هيظهر لي ايه عاد المحطات تمانية تمام عاد تذكرة واحدة تذكرة واحدة ليها بتلاتة جنيه طب لو احنا اخد نص المصرة واخدنا باب الشعرية هيقول لي تلاتة جنيه عاد المحطات التسعة من سراء القبة باب الشعرية طيب لو جينا ناخد مسلا لحلوان سبعة جنيه طيب لو انا بقع عايز اكتب مسلا اهو مسلا من الى في هنا مسلا البحث لو انت عايز مسلا تكتب بدل ما تدول على المحطة هتعمل ايه هتكتب مسلا على سبيل المسال المحطات مسلا الموجودة وليكن محطة الدمرداش مسلا الدمرداش اهيه الى المحطة مسلا اه نختار اي محطة وليكن مسلا الشهداء الشهداء اهو ظهر لي عادة المحطات تلاتة والتكلفة تلاتة جنيه الصراحة التطبيق ده يعني مفيد جدا 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 للناس بتستخدم المتر وتطبيق سهل جدا يعني مفوص اي صعوبة مفوص اي صعوبة في الاستخدام تمام بالاضافة كمان اللي مساحته صغيرة جدا يعني مساحته حوالي اتنين ميجا او تلاتة ميجا يعني مساحه اي موبايل يده ليستخدمها يعني مهما كان امكانيات موبايلك تلت تستخدمها بسهولة دي هتوفى عليك لو انت راكب اي لو انت راكب في اي وقت المترو وعاوز تعرف انت موجود فين او عايز تعرف سما التسكرة هتكون كام او عايز تعرف ودلك كم حطة تعرفها من خلال الطريقة دي لو عاقبك الفيديو ما تستعمل لايك للفيديو سبسكرايب للقناة بتاعتنا وشير عشان غيرك يستفاد شكرا جزيلا واستنونا في فيديوهات وشرحات لبرامج تانية